الاهلوية والكل واحد اهلاوي بنرسط حاجات وبنجمع لحضراتكم وتشوفوا انتو الحكم يا جمهور الاهل يا عظيم يا اعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهل يا محترمين سكوا في كلامنا وشوفوا احنا محايدين ولا مش محايدين شوفوا اللي احنا بنتجاوز في حق احد ولا لأ واللي يبرر طول الوقت يبقى خايف واحنا الحمد لله ما بنخافش تعالوا نشوف السندوق الاسود اول سندوق معانا في ايه ونرجع لحضراتكم بعد المباراة كتير من الزمالكوية فرحوا جدا لهزيمة النادي الاهلي وبعد الجمهور الاسماع اللوية فرحوا ايضا في هزيمة النادي الاهلي فهذا ده طبيعي ومنطقي بيحصل في كل حتة في العالم نروح لهذا التقرير من احدى الكافتريات لصاحبها اللي قرر ان يوزع عصاير على كل الناس الموجودة بسبب هزيمة النادي الاهلي نروح لعزة التقرير ونرجع لقتيب بعد انتهى مباراة النادي الاهلي بهزيمة النادي الاهلي من فريق الوداد المغربي في نهاية بطولة افريقية حادثة غريبة حدثة اليوم في مدينة الاسماعيلية حيث ان احد اصحاب الكافتريات علا مرتقن على رحائطها بعد منع دخول اي اهلاو المباراة وتشجيع نادي الوداد اليوم وفرحته بالفوز اه للامانة اه اه عشان نتكلم بموضوعية اه كابتن خلد الغندور في التقريب دوت اه اه خانك التوفيق بمعنى اللي احنا بنتكلم على عودة جماهير ولما نتكلم على عودة جماهير اه اه ده احنا رحل لطريق صعبة جدا بالواحد بيشوفه دي رقم واحد رقم اتنين اه لما بنتكلم كبرنامج هنا على عودة جماهير بنتكلم على جماهير الاسماعيل وبنتكلم على جماهير الزمالك وبنتكلم على جماهير الاهل وكل الاندية الجماهرية فانا النهاردة لما شوف الكلام دوت يبقى رحل لطريق صعب يبقى احنا مستوعبناش الدرس مستوعبناش اللي فيه اتنين وسبعين ماته مستوعبناش اللي فيه امور صعب قبل كده قلت لحضراتكو مرارا وتكرارا الكلام ده بيودينا لحاجة صعبة ايوة فيه مش حنكر اللي فيه حد ممكن يتمنى الاهل الزمالك بيلعب فتلاقي اهلوية لكن ده مش قاعدة ده مش قاعدة فيه ملايين بيتمنوا للزمالك يكسب فيه الاهل بيقابل الاهل زي ما حضرتكو شفتو الاهل بيلعب فتلاقي جمهور تاني عايزو يخسر لكن ده مش قاعدة والدور الاعلامي ماينفعش يبقى كده ده من وجهة نظري الدور الاعلامي ماينفعش يبقى كده لان احنا بنتكلم وقلتلكو الفكرة دي نفس الجماعير ترجع مثلا الاهل بيقابل الاسماعيلي لما تخيلوا في الملعب قبل المباراة عمد متع بيوجه كلمة ككابتل الفريق لجمهور الاسماعيلي بكل ود وحب حسني عبد الرب وكابتل الاسماعيلي وجه لجمهور النادي الاهلي من هنا هيروح التعصب لكن الكلام ده بيودينا الموت ولسه الجماعير ما رجعتش كمان خالد الغندور كان ليه مبادرة كويسة وهنا شكرناه مبادرة مع جمهور النادي الاهلي المحبوس جمهور الزمالك المحبوس قلنا ده كلام محترم كلام رائع كلام عشرة على عصر لكن النهار ده اشوف واحد عايز يعمل شو والناس تروح تصور في كافيه يا راجل هي دي الاخلاقيات هي تقولي انا بشجع فريقك بس لكن ده اسمه حالة احتقام كبيرة جدا بسبب اللي احنا بنشوفه يعني انا بشوف لو ما كانش اتزاع كان خلاص ما حدش عارف عنه حاجة والاخ اللي عايزة شهر اللي تلع ده ده حاجة عب جدا لو بالمناسبة لو حد بالاهلي عمل كده انا اول واحد عنتقده على القناة لكن استغرب برضو اللي فيه ناس فرحتها فرحتها اللي الاهلي يخسر هي دي فرحته شجع فريقك قول اخطاقه طب انت يعني انا ممكن ابقى متعصب بقى وارد الرد اللي يحرج والرد الصعب لكن مش عايز اروح للمنطقة دي مش عايز اروح للمنطقة دي احنا دورنا نوعي الناس ودورنا نقول للجماهير خلي بالك شوفنا جماهير الاهلي شكل محترم جدا في افريقيا شوفنا جماهير الزمالك في مبارياتها شوفنا شوفنا جماهير كتير جدا ايه ده ده منظر صعب جدا بصراحة وفي الاخر يقولك استوعبنا الدرس انا استيعاب للدرس طب انت ترجع ازاي النهار ده المدرج بالروح دي على فكرة كان معانا حاجات برضو في اسماعيلية حصلت من اسبوعين في مباراة للنادي الاهلي وتجاوزات غير طبيعية ليه يا ابن انت وهو مرضناش نعمل الكلام ده عشان احنا عايزين الجماهير ترجع عايزين تشجع نديك وقاتل ورا نديك وحب نديك ووقف جنب نديك وشجع لعبتك لكن مش عاوزين الطريق ده الطريق الصعب جدا نسيته الموت يا اخي ما تحسه شوية نسيته الحدث كان جلل نسيته الناس كلها وفي الاخر نرجع نعايز الجماهير الدوري ومش عارف ايه مش ده اللي كان بيحصل واللي عايب يطلع يقولك اشتغلت الفورن والتاني انا بشوف اللي ده كان اهانة اساسا اللي اشتغل مش عارف ايه واللي اشتغل مش عارف ايه واللي اشتغل مش عارف ايه ليس قافتنا كده انا مش بهاجمك لكن مش منطقي ولا طبيعي اللي انت مولع الدنيا ومقعد الناس يقولك ممنوع الالواء يحضره ويوزع عصير ومش عارف ايه طب يا اخي مدام انت قلبك رحيم قوي كده بدل الفلوس اللي انت وزعت بها العصير دي لحد غلبان ما مش عافي تعش انا بكلم باللغة الجماهير ده اللي انا تعلمته اعمل اي حاجة كويسة لكن خلق تعصب والله انا بشوف لو حصل يعني واحد في المية مشكلة الناس دي مكانها تتحاسب الفيديوهات دي تطلع وتتحاسب فده بالنسبالي ده مهم جدا جدا لكن اتمنى زي ما اتكلمت فريق بيلعب نهاية قبل نهاية مع كل الاندير الفرقة تخسر تلاقي اول حاجة يروح للجماهير والجماهير وهو خسران بطولة هيقولك ايه غير اياجم فرقته غير مش احترم لعبته ما فيه شقافة ناس كده ما تعرفش تكلم فقط بتستغل حالة الغضب اللي عنده فبلاها ده بلاها ده ده احنا بنقول ثقافة الجماهير بتتغير اروح جاي بالسيق واعرضه في كل القنوات بالمناسبة بلاها ده بلاش ده اخد الكويس ولا ولا نقعد تاني ونحط الدين على خدنا ونقعد نعمل كده يا رب الدور يرجع وانا بنكلم سيادة الوزير ويمنا علينا عشان الدور يرجع ونرجع الجماهير ونطلع محبوسين ومش عارفه والاول ما يتمسكوا يروح جاي يقولك ده ده غلبان ده زروفه هي طريق ما بيتغيرش فالاخ اللي عمل الكافيه بتاعه لمصرحية هزيلة مصرحية هزيلة دي مش كورة الكورة بتقرب الشعوب بتخيل ان احنا ما بيني وما بينك ساعة ما بيني وما بينك ساعة شجع فرقتك تجاوز ده تجاوز عشان جمهور الاسماعيني المحترم انا احكيه لك واقول لك اللي انت ما تعرفوش وخصوصا ألترس اسماعيلية كان اسمه الييلو دراجون باي لما حصل حدث جلل عارفين مين اول ناس كان جوا التتش موجودين كان جماهير الاسماعين كان جمهور الزمالك انا بقول لكم الحقيقة اول جمهورين اتفتح باب النادي هم جمهورين قاعدين من صباحة رب الله ماشيين الساعة 12 وحدة بالليل من النادي قاعدوا العزة اخدوا العزة مع جمهورهم نبني على ده نبني على ده لكن العقليات دي انا مش شايف هو ده دي كورة هو دي ده تعصب اعمى بيودي لطريق مش لطيف على الله تفهم على الله تفهم نروح نشوف السندوق اللي بعد كده في ايه ونرجع لحضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة